موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مجد عبدالغفار يا رب الهيما تكونوا بخير في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حلقتنا اليوم بخصوص كيفية انشاء القناة على اليوتيوب من خلال الهاتف او من خلال جهاز الكمبيوتر يالله بينا نخش على الشرح العملي اول حاجة العملي هادوس على المتصفح هكتب في السرش هنا جيميل او انشاء حساب جيميل افترض هكتب باللغة العربية او باللغة الانجليزية انشاء حساب جيميل وبعد كده اختب اول لينك انشاء حساب او تاني لينك عادي مفيش مشكلة خاص بعد كده اختب كلمة انشاء حساب اللي هي جوا المستطيل باللون الاحمر بيوجهنا على الصفحة دي نركز بقى مع وعدة في الصفحة دي عشان دي اساس الفيديو بتاع النهر الاسم الاول واسم العائلة نفترض مثلا انا اسمي مجدي عبدالغفار هكتب هنا مثلا ابدالغفار طيب هنجي بعد كده على اسم المستخدم اسم المستخدم هيخليه برضو مجدي عبدالغفار لا بولك ممكنك استخدام الاحرف والارقام والنقاط فبالتالي لازم يكون الايميل بشكل احترافي طيب بيتم ازاي نفترض مثلا هكتب انا حرف كابتل على حرف اسمون ما في مشكلة خالص نفترض انا منشئ محتوى واكتب مثلا السنة ان انا عملت فيها الايميل او السنة ان انا عملت فيها الكورو طيب بالتالي ده صعب التخمين على اي هيك محدش يقدر يوصل للاحترافية ان انا مثلا اعمل ايميل بالشكل طيب عملت الايميل بعد كده اخش على كلمة المرور كلمة المرور انا هعمل انا بس عارض عشان خاطر لازم كلمة المرور تب امازيج من الاحرف والارقام ورموز مثلا حرف كابتل حرف سمول ممكن مثلا احنا دلوقتي كتبنا حروف نكتب ارقام نكتب مثلا ارموز رمز شباك طب مثلا رمز علامة 100% علامة الات يبقى مجموعة من الارقام مجموعة من الحروف مجموعة من الموز وحاول على قد المتادرة تخليها طويلة يعني 14 حرف 16 18 مفيش مشكلة خالص زي ما تشوفين بالشكل ده تكون قوي جدا وبعد كده عمل لها كوبي وعمل لها تأكيد تمام طيب قبل ما اسايف كل اللي انا عملته ده لازم اعمل اسكرينشوت اللي انا عملته ده اسايفه عندي على مثلا الافيس فانا هاخد الكلام ده كوبي واخش هنا على الافيس وحطه بالشكل ده وانزل تحت ارجع ثاني اخد كلمة المرور كوبي وسجله هنا تمام قوي عشان خاطر ما انساش الايميل والبسوارد بتوع القناة طيب وبعد كده هدوس على التالي نركز بقى مع بعض الفيجو زيدي هنا بقول لك رقم الهاتف اختياري وبيقول لك طريف بريد لاستبداد الحساب وبرده كتب لك اختياري الحكتين دول هنعملهم بس فيديو تاني اللي بيخلينا اضيف رقم تليفوني واضيف ايميل الاسترداد رقم التليفون عشان خاطر جوجل يتأكد انت انسان مش روبوت وعشان لو الايميل بتاعك نسيته تقدر تعمل استرداد الحساب من خلال رقم التليفون طيب بريد استرداد الحساب البريد الاسترداد الحساب عشان خاطر برضو لو البريد بتاعك انت انسيته تقدر تستردد الحساب بتاعك بالحساب التاني يعني انت بتعمل ايميل تاني يكون ايميل لاسترداد الحساب بتاعك هنخلي جزئتين دول في فيديو تاني الوحدي عشان خاطر الموضوع ده مهم جدا هنتكلم في حاجة اسمها التحقق بخطوطين وازاي لو الايميل بتاعك نسيت الايميل او كلمة السر ازاي تقدر تفتح الايميل بعد نسيان كل شيء هدخل تاريخ الميلاد نبكز بقى مع بعض لو انت عندك عشر سنين وهتعمل قناة على اليوتيوب تاريخ الميلاد هنا هيكون باسم والدك تاريخ ميلاد والدك او تاريخ اخوك اللي فوق ال 18 سنة نصيحة لو انت مثلا تحت ال 18 سنة مش هتدخل بياناتك انت هتدخل بيانات والدك او بيانات اخوك اللي فوق ال 18 سنة وبعد كده هواريك ازاي تعدد في البيانات لما انت توصل ل 18 سنة هواريك دل بدي نفترض انه هكتب تاريخ الميلاد واحد واحد الف تسعوية وتسعين ماشي الجنس هنخلي مثلا حسب بقى الحال انت ذكر انسة عايد مثلا تقول افضل عدم اجامة مش مشكلة خالص وبعد كده هدوس على التالي هنزل تحت شوية وبعد كده هدوس على اوافق زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي احنا عملنا الايميل الايميل ده هنعمل به قناة على اليوتيوب وبعد ما نعمل القناة هنسخ الجوة الاعدادات بتاع القناة ونضيف رقم التليفون عشان بنعمل حاجة اسمها اثبات ملكة القناة برقم الهاتف طيب اللي بتفرج علي لو انت عندك 10 سنين ونفترض دلوقتي انت بقى عندك 18 سنة كبيرة خلاص مفيش مشكلة هتخش على المعلومات الشخصية وهتكتب هنا اسمك وتاريخ ميلادك انت لكن لو انت لسه عندك 10 سنين فانت بتكتب هنا اسم والدك وتاريخ ميلاد والدك لما انت توصل بقى 18 سنة 19 سنة 20 سنة مفيش مشكلة خالص هتخش على المعلومات الشخصية وتعدل في البيانات طيب كلمة الامان والبيانات والخصوصية هنخليها في فيديو تاني ووحدي بنتكلم هنا ازاي تحمل ايميل من السبق والاختراق هنتكلم بشكل تفصيلي عن البيانات والخصوصية والامان في الفيديو رقم اثنين طيب عايزين نعمل قناة في طرقتين ياما بضغط هنا واختار كلمة يوتيوب ياما بروح على المتصفح واكتب هنا يوتيوب وبعد كده هدوس على سيرش واختار او اللينك وبعد كده هعمل تسجيل دخول نفس الخطوات لو انت ماسك التلفون هتعمل تسجيل دخول افترض انت ممكن يكون التلفون بتاعك عليه ايميل تاني فانت هتعمل تبديل الحساب عشان انت هتختار الحساب الجديد اللي انت لسه عامله طيب هدوس على تسجيل الدخول سين ان زي ما انتو شافين ده الايميل ان انا لسه عامله انا منشئ محتوى عشرين اتنى عشرين تمام؟ ومكتوب هنا كلمة انشاء قناة فانا نفترض هدغط هنا على كلمة انشاء قناة بعد كده بيطلب مني اسم القناة هتخليها مجدع بغفار لا نفترض هخلي اسم القناة دروس زي ما انت عايز بقى بالانجليز زي بالعربي يوتيوب وبعد كده هدوس على كلمة انشاء قناة كده القناة تم انشاءها لازم تضيف رقم تليفونك جوه القناة طب ليه بنضيف رقم التليفون ركز معي هضغط هنا على الصورة بتاعت القناة وبعد كده هدوس على كلمة استوديو يوتيوب وفيه شورت لازم تحققها اللي هو الالف مشترك والاربع تلاف ساعة هدوس بعد كده على كلمة متابعة عندك في اليمين هنا كلمة تحقيق ربح لما بنضغط عليها بيظهر لك هنا الاربع حاجات دول ان انت يبقى عندك الف مشترك ان انت تتحقق اربع تلاف ساعة في اخر اتناشر شهر وعندك انا بطلب منك ان انت تعمل التحقق بخطوطين دي يعني نخليها في الفيديو بتاع الامان وعندك انا بقولك ما يكونش فيه اي انذار نشط بمخالفة ارشادات منتدم ومكتوب هنا zero يعني مفيش اي انذارات موجودة عندي خالص لو في انذار هتستنى لمدة ثلاث شهور لحد ما الانذار يتشغل لو انت حقققت الشورت لول الف مشترك كل اربع تلاف ساعة بيطلب منك بعد كده ان انت تربط القناة بجوجل ادسنس عشان القناة تخش المراجعة وينزل عليها اعلانات وتكسب فلوس مش هينفع تربط القناة بالادسنس لو في انذار هنا هتستنى لحد ما الانذار ينتهي طيب يبقى دي الشروط اللي هنا لازم احققها عشان خطر القناة بتاعتي اكسب من خلالها فلوس الف مشترك اربع تلاف ساعة افعل ميزة تتحقق بخطوطين القناة ما يكونش فيها انذارات وهي هنا عندك اعلامي عندما اصبح مؤهنا دي انت بتضغط عليها امتى لما تكون خلاص انت حققت الشروط اللي هو الالف مشترك كل اربع تلاف ساعة خليها زي ما هي كده ما تضغطش عليه خالص استنى لحد ما تحقق الشروط وبعد كده تضغط هنا عشان بعد ما تضغطينا هيبقى مكتوب كلمة تقديم طلب ان انت بتضبط القناة بالادسنس وبعد كده القناة بتخش ممجعا طيب دلوقتي من خلال تحقيه ربح احنا فهمنا الجزئيه دي عايزين دلوقتي نخش نضيف رقم التليفون فانت بتضغط على كلمة الاعدادات وبعد كده بتدوس على كلمة القناة وبعد كده بتدوس على الاهلية الاستخدام الميزات وتختار الحاجة رقم اثنين الميزات المتوسط المستوى بيقول لك هنا اثبات ملكية القناة برقم الهاتف لما انت تضيف رقم تليفونك جوه القناة هتقدر تحمل فيديوهات مدتها اكتر من 15 دقيقة هتقدر تضيف صورة مصغرة اللي هي الصورة المخصصة اللي احنا منحطها على الفيديو من برد هتقدر تعمل بس مباشر الحاجة رقم اربعة طلب اعادة النظر في المطالبات المقدمة بواسطة نفترض مثلا انت مطرب او نفترض انت ممثل حد مشهور وبالتالي انت عايز المحتوى بتاعك يكون في حالة حماية اي حد يسرق الفيديو بتاعك الارباح تجيلك انت بردو يعني هو مياخدش حاجة فبالتالي انت لما بتضيف رقم تليفونك بيبقى عندك الامكانية ان انت تعمل مطالبة والارباح اللي هتعود على الفيديو تروح للملك الاصلي اللي هو المدعي صاحب بقى المقطع الموسيقى او صاحب الاغنية طب نفترض لو انا منشئ محتوى عالي شخص عالي يبقى عندك حاجة اسمها حقوق الطبع والنشف موجودة في اليمين هنا بيظهر لك هنا الناس اللي سابقت الفيديوهات بتاعتك وتقدر بعد كده تعمل مطالبة ونفترض تسبب له انظار او مثلا الفيديو تحزف من عنده في خلال اسبوع طيب فبالتالي انا بضيف رقم تليفوني بضغط هنا على اثبات مركية الكنوة برقم الهاتف وبعد كده بضيف رقم تليفوني هنا وبعد كده بدوس على الحصول على الرمز بيجيلك رمز على التليفون بتدخله هنا بعد كده بيقولك تم اثبات مركية الكنوة برقم الهاتف فانت بتختار البلد هنا افترض انا من مصر وبعد كده بتدخل رقم تليفون بيجيلك رمز من جوجل بتدخله وبس كده هستيبلك دلوقتي في شاشة النهائية دروس اليوتيوب بترتيب خش تفرج عليها عندك اي استفسار اكتبليه في التعليقات ان شاء الله هرد عليك ولو لست جديد معنا في القناة اشترك وفعل الجرس على الكل عشان او نزلت اي فيديو جديد اجيلك اشعر بالفيديو اللي جاي كان معكم مجدي عبدالغفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته